عاوزيني. المرة اللي فاتت اه اه اتكلمنا على كنا ابتديني الكلام عن خلصنا بجزء بتاع واجلنا شوية ونشوف كده هناخد محاضرة تاني الاسبوع ده بازن الله هنشوف كده بس اخير محاضرة هنقول لكم هنعمل ايه. اه وابتديني في وكنا خدنا انواع الجزء ده مهم اللي احنا بندي ده حينفعه كما تتقرر بازن الله اه لو شغلت في اي حتة فيها ميكانيكة لازم يبقى فيها heat exchanger. اه فكنا اه عملنا classification heat exchangers وكلمنا على shield and the tube heat exchanger. وقلنا ان shield and the tube heat exchanger يمكن سبعين او تمانين او ممكن اقتر من تمانين في الماء من heat exchangers اللي موجودة المتداولة في السوق هي shield and the tube heat exchanger. وكلمنا بعد كده على ال plate heat exchanger وقلنا ازاي انه هو بيستخدم واي الفكرة بتاعته. وانه هو اه المفروض انه هو بيستخدم اه على في الفيسكس في الفلاويت. اه عشان يعني احرامة between viscous fluid. وقلنا انه هو في الغالب في اغلب المحطات البطول موجود فيها بلايت heat exchanger. وكلمنا عال extended surface heat exchanger اللي هو موجود في فينز. زي المرسوم قدامنا كده هو. ودوان اللي احنا قلنا ده classification according ال construction. يعني construction بتاع الهيت exchanger لانه يكون اه اه زي ما احنا قلنا في الثيمة دينا اللي هي التيمة التيوبلر. اه اه اكسشانج مانفاكشن الاسوسيشود اه اللي هي في محطات القهربة. اللي هو روتاري ريجنراتو. طبعاً ما بيستخدمش كتير النوع دوا. لكن اه اه على اساس بعض الكتب بتقول لكم ان ما فيش تكسشنجر بيتحرق لا. ها? في بعض الانواع اللي هي تكسشنجر دوا بيسموه روتاري ريجنراتو. والروتاري ريجنراتو دوا بيستخدم في في محطات القهربة. علشان كاير بريهيتر. كاير بريهيتر. انت في بتبادل حرارة زي ما احنا شايفين كده. ده الوورتر. الوورتر. تمام? وده الهوتجاز. ده هنا بيستخد اه 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 اير. 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 وهنا الهوى داخل. بعد كده الهوى ده هيدخل. بعد كده ما يخفج الروم هي ايروح على الهوى الهوى البرلر على اساس ايه الطالث مع الوقود ويتحرق. وبس لا فيد بية عادم ادي اللي هو الجاز ان واللي هو جاز اوت. وهنا في عندي اه 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 بيستخد اه دية. في هنا كده كده بيليف. ده ما احنا شايفينه كده. وفيه ماتيريال الدرام دولة طبيعي فيه هنا سيلينج بأساس ما يخليش الهير يختلط بالهوتجازيس وفيه هنا الدرام ده ما بيتعامل من مادة خاصة بحيث ان الهيت كباستي بتاعتها او الهيت بتاعتها تكون عالية جدا تمام فهو ماشي كده بالوقتي هو الجزء ده من الدرام سخن فما حيلف طبيعي بيفس اللف مسلا بصعة خمس لفات سدقيقة او حاجة زي كده من خمسة لعشر لفات سدقيقة فما ده هيلف هيروح الناحية الثانية هيجي هنا الجزء الساخن هيجي هنا هيمور علينا الهوى البارد هيسخن وهكذا وهكذا يبقى ده طبيعي بيسموه روتري ريجينيرياتور وده موجود في محطات القهربة اللي بتشغل الستيم سيكل اغلبة محطات القهربة هتلاقي فيها ايه ده بيبقى مبنى كبير كده اه الاير بري هيتر ده هو هو روتري ريجينيرياتور اه اير بري هيتر وطبيعي بيستخدم الطريقة ديا على اساس انه الهوى كمية الهوى اللي محتاجها كمية كبيرة جدا وما يقدرش يعمل هيت اكسشنجر تقليدي اه بالطريقة ديا اه بالتقليدي زي هيت اكسشنجر او بحق لا هيبقى عاوز كمية اه هيت اكسشنجر عالي جدا فعمل اللي عاملين الطريقة ديا وهو ده هو يمكن من الهيت اكسشنجر اللي بتتحرك اه تمام ده برضو من حيث يبقى عملنا من حيث لتالت انواع والنوع التالت دوان الرابع دوان اللي احنا شايفين للوقت دوان ده سبيشيال بالسخدم زي ما احنا قلنا في محطات التهربة اه علشان اه يعمل تبادل ما بين الهوى اللي خرجة من الغلاية وما بين ايه الهوى اللي احنا حق ناخده بعد كده نعمله عشان يختلف بالوقوت ويتحرق عشان يكون لي ايه الحرارة تمام واضح في ايه اسئلة تمام واضح في هنا بقى كلاسيفيكيشن اكوردينج للهيت بروسس هل الهيت دوان دايركت هيت اه ترانسفير وانا ممكن اكلمته مرة فاتت عن دايرك اه هيت اكسشنجر دايركت اه ترانسفير طيب هيت اكسشنجر دايركت يعني ايه دايركت يعني الهوت وكولد بيختارته مع بعض بانتقد الحرارة عن طريق ايه دايركت كونتكت ما بين الهوت وكولد دايركت يعني بيبقى فيه وال طبيعا دايركت هيت اكسشنجر امثالة بتاعته اللي هو اي ميكسنج بيتم عشان نعمل عملية التسخين عندنا في البيوت كده هو الخلاط دايركت اكسشنجر كمام الخلاط دايركت اه عبارة عن ايه بيفلط ميا بردب ميا بميا اه سخنة جاي من السخان وبتخر اه ميا في النهاية دايركت اكسشنجر الخلاط دايركت اكسشنجر عندنا طبيعي في الحاجات اللي انتم اخذتوها مع الدكتورة نشفة ودكتور وليد اللي هو الوبين فيد وترهيتم يعتبر دايركت تهت اكسشنجر ايه بقى حاجة ثانية زي الرادياتيور بتاع العربية الان دايركت تهت اكسشنجر ايه بابراظر او كندنسر في ظهر التلاجة دا ان دايركت اكسشنجر بابارد في اليوم بالهواء وهكذا يبقى دا الـ direct و indirect heat exchangers طبيعي أغلب أنواع الـ heat exchangers تبقى indirect بعد كده compact to non-compact heat exchangers compact heat exchangers يعني إيه compact الـ compact دو اللي هو فيه أرية كبيرة جدا من heat transfer في مساحة أليلة فالـ compact زي ما احنا شايفين كده هو اللي هو بيعرف أنه بيبقى فيه أكبر من 700 متر سكوار لكل متر مكعب أكبر من 700 متر سكوار لكل متر مكعب ده بيسموه إيه compact heat exchangers تمام؟ أمسألة لي من اللي احنا خدناها البلات heat exchangers نعتبر قول compact heat exchangers الفينز الـ air cooling اللي فيها الـ air heat exchangers الـ air cool الـ heat exchangers اللي بتستخدم اللي بتستخدم الفينز تعتبر compact heat exchangers بس الـ shell and tube heat exchangers مش compact الـ shell and tube مش compact heat exchangers يمكن دي من عيوب بس طبيعي فيه مميزات كتيرة انه هو بيستخدم في ضغوط عالية ما ينفعش ان احنا نستخدمها في الطبقات التانية وفيه على هيدا اللي بيخلوه أقصر تمام؟ طيب الـ الـ classification عاوزيني لاتكس انه حتى دي يعني حتى دي هستمر معنا في المسائل الـ classification according to flow arrangement الـ classification بالطبقة لـ flow arrangement تمام؟ ولا counter flow ولا cross flow تعال نبص على الـ parallel flow في الأول كده هوا زي ما احنا شايفين parallel flow ده طبيعي دي الرسمة دي يتمثل temperature distribution along tube axis يعني انا عندي تيوب كده ماشي براها زي ما احنا زي مرسوم كده double pipe مثلا ماشي جوه كده هوا الأزرق دي ما هو cold والأحمر هو الـ hot فهي هو هنا ماشي cold في الـ tube والـ hot في حواليه حواليه في الـ تمام؟ فهنا طبيعي ده زي ما احنا شايفين كده دي temperature عبر tube عبر طول tube تمام؟ فهنا temperature بتبقى داخل temperature منخفضة تعلى اهي خارج بالدرجة الهي اللي هي tb out وبرضو هنا t a i اللي هي t بتاعة الاتجاه الـ i ده ده الـ hot الـ n بيبدأ ماشي كده هون يبقى لو الدخول او اتجاه السريان في نفس الاتجاه بالنسبة الـ hot و القول بسميه parallel heat exchanger ده ما احنا شايفينه كده الدخول مع الدخول والخروج مع القروج ده بيسموه parallel heat exchanger تمام؟ يبقى دون ايه برضو احنا هنتكلم عليه بتفصيل الوقتي تمام؟ ولكن نخلي بالنا ان ده بيسمو parallel heat exchanger والتاني بقى اللي هو counter heat exchanger counter heat exchanger احنا شايفين كده ان الـ hot بيبقى بيبقى في عكس اتجاه السريان بتاع الـ hot وفي عكس اتجاه السريان بتاع الـ cold ده بنسميه counter heat exchanger وهو الافضل heat exchanger على الاطلاق ده هو counter وحننكلم ليه بعد شوية تمام؟ cross heat exchanger ده الشبيه بيه اللي هو الـ air الريديتير العربية في مروحة كده هوا بتمشي لهوا تمام؟ مثلا؟ تمام؟ وفلو ماشي في البيب مثلا؟ ومروحة هنا بتمشي الهوا عمودي على البيب ويبقى ده اسمه cross flow heat exchanger يبقى انا عندي heat exchanger اللي اما بيبقى parallel heat exchanger أو counter heat exchanger أو cross heat exchanger لكن في الشلق يمكن ميكسنج ما بين الparallel وما بين الـ counter بس انا باميل دايما في التطبيقات أو في الاستخدام اننا استخدم الى counter لان هو زي ما احنا قلنا هو الافضل على الاطلاق تمام؟ طيب ممكن يكون عندي single pass احنا شفنا كده او مالتي باسس طبيعي ان انا استخدم مالتي باسس يعني مثلا لو حسبت كده حسبتي لان انه مالتي التيوب مثلا 20 متر وانا الاسبايس اللي عندي خمسة متر هبقى اعمل four passes تمام هامل four passes لان السميس عندي مش هيقدر ياخد heat exchanger تمام وبالتالي طبيعي دون زي ما احنا قلنا مرة اللي فاتت ان ده طبيعي هتزود pressure drop ده multi passes ده هتزود pressure drop احنا قلنا مرة اللي فاتت ان heat design بتاع heat exchanger مش transfer بس heat heat exchanger داخد برضو بس احنا قلنا هنركز طبيعي لان احنا مادة heat transfer على بتاع heat transfer او thermal اللي في heat exchanger لكن في عندي جزء خاص بال fluid وجزء خاص بال material يعني طبيعي لان احنا بنتكلم كده هو على معدة تمام فبس مش هي مش heat exchanger بس heat exchanger وممكن احصال فيها corrosion لازم تدريس corrosion وممكن يحصل فيها تعمل في حاجة كتيرة جدا في حاجة كتيرة تمام فمن وجهة نظر دوا هيعمل لي عالي تمام لكن يعني اللي بتبقى اللي احنا اللي عندنا بنشتغل هنا في عندي الفيز الفيز لفليويد حدي يقول لي حدي يجاوبني يجاوبني السؤال دوا الوبرول هي transfer coefficient انا واحد اكتر جاز ليكويد ولا ليكويد ليكويد ولا جاز جاز يعني يعني لو ليكويد والهوت ليكويد او واحد منهم جاز والتاني ليكويد او الاتنين غازات والصوت عالى دوكتر ما سمعناش السؤال معلش في الصوت كده كويس او اكد تمام تمام السؤال انا عاوز اعرف الوبرول هي transfer coefficient الوبرول هي transfer coefficient انهي اعلى بالتلاتة دول هل جاز ليكويد ولا ليكويد ليكويد ولا جاز جاز سمعتوا ولا السؤال سمعن لا او تمام يعني فيه من المقبل اقوله او ممكن لو هنتكلم على ال مصلا ان هي بت تباليها اتش على ممكن اقول الجاز لو يعني راديشن مسلا لو سول اتحرق هدينا اتش عاجر راديشن لا هو هو بصوا يعني زمالكم هو طبيعي احنا هنقول لو احنا ما قلنا اقولنا طبيعي الممكن على ال ممكن على تمام طبيعي لو ما فيش يعني ما فيش بورلنج ولا يبقى هيبقى الليكويد الليكويد اعلى حاجة بعدين الجاز ليكويد وبعدين الجاز جاز تمام وده لازم ان انا اتوقع طيب انا بقى عندي لو انا عندي بصمم فيد ووتر هيتر بتاعة محطة القهربة كهيت اكسجنج طب الفيد ووتر هيتر بتاعة محطة القهربة هل هو جاز ليكويد ولا الليكويد لكويد ولا جاز جاز مم مو بيوا جاز لكويد جاز لكويد مم هو بيبقى ثلاث حاجات عشان كده محطة عشان كده الهيتر شين ده بيتقسم ثلاثة زون وبتعمله ثلاثة دزاين يعني كل زون ليه دزاين مختلف فزي زين ما أزم لكم قال جاز ليكويد لو أنا عندي سوبر هيتر ستيم وو وو ادي مرحلة اللوانية بعد الو وو كده هو سوبر هيتر ستيم يحصل لكوين ساي عندي فيه كوين ساي وفي عندي ليكويد يعني فيه فلاود بيحصل فاست شين وهدي ليكويد يبقى هنا هيتر ساب كوين جاز ليكويد ليكويد وهي فزي تشانج ليكويد وو بعد ما يحصل لو فزي تشانج هيتر يتحول إلى سب كوين الو يتحول من البويلر فايتر ليكويد ليكويد وهي يبقى ليكويد اي ليكويد فنا عندك دزاين ساي زون وكل زون لازم اعملو دزاين مختلف في كل زون بيبقى عدد في مختلف تمام فهنا اللي عندنا طبيعي ممكن يكون فيه ميكسينج زي ما قلنا ولكن لازم اخد بالي قوي وانا بعمل دزاين او انا ببص على هيتر ده ما بين اي و اي يعني الكل فلاويد عبارة عن اي والهوت فلاويد عبارة عن اي وزي ما قلتنا لكم ان التيمة بتقسم بتعمل الكلassification للهيت اكتشانجر اقرد ان الاستخدام يعني الهيت اكتشانجر اللي بيبقى جاز مختلف عن النوع الهيت اكتشانجر بيبقى لكود بيختلف عن نوع الهيت اكتشانجر اللي بيبقى جاز جاز عشان كده عاملين الكلassification according للphase of a fluid طبعب نيجي بقى ليه الكلاسفيكاشن الهيت ترانسفير ميكانيزم. single phase convection forced or free. يبقى ممكن يكون single phase heat exchanger. يعني ايه فيه sensible heat. الحرارة بنتنقل sensible heat. يعني ايه sensible heat يا شباب. انها مارد فاتت. يعني ما فيه sensible heat يعني ايه يعني فيه غاز ببرده. بس الغاز مش بيحصل له condensation. فضغط الحرارة بتنزل من الغاز مثلا كانت عندي تسعين بقى عندي اربعين. تمام? لكن لو انا بقى بعمله condensation. هيفضل لو هو ضغطه موازي مثلا امتين درجة مقوية ضغط. ستفضل درجة حرارة امتين درجة مقوية دي سابتة. بجرامة من انت بتسحب طاقة طبيعي. لان انت بتسحب طاقة من الغاز. يعني اه الطاقة الموجودة في الغاز او الانصابي بتاع الغاز اكتر من انصابي بتاع الليكويد. فانت بتسحب الطاقة بتاع الغاز الغاز. الغاز التحتوريتد اه اه فيابور ده اولا اه اساس تحوله الى ساتوريتدليكويد. وبتسحب الطاقة تزايد دي دي. تمام? او two phase conviction. او او خندنسيشن او 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 بويلنج يعني. او کنبايند دي كونفكشن و رادييشن بقى ده. تمام. طيب. يبقى ده كلاسيفيكيشن ده جزء أحب أحب أنا تديه لأن إحنا مش عاوزين بس نأتي مسائل لا الجزء ده مهم جدا بالنسبة لنا بعد التخرج فأنا بحاول برغم أن إحنا بنيدي محاضرة محاضرة أو نص في الهيت اكتشانجر أن إحنا نديكم الجزء ده مهم فعلا وممكن بعد كده أكيد هتحتاجه بعد كده يعني بإذن الله تمام نعم حوامين فيهم بستخدمه لما درجة الحرارة بتبقى بتزيد وبعد كده عايز أشبق يعني عايز أغير الفيس بعدها بيبقى فيه أكتر من زي ما قلت لكم إنها بقسم الهيت اكتشانجر ده لزون أكتر من زون معايا يا شباب نعم بتكلم على الكلاسيفيشن ده بتاع الميكانيزم لا ده هنا سينجل فيس ده سينجل فيس يعني ما فيش تغير في الحالة من لكول لغاز أو من غاز لليكول يعني عايز بقى يبقى فيه تغير في الحالة وفيه تغير في التمبريتشر قبلها مثلا زي المشروع بتاعك آه لا يبقى الاتنين مع بعض ده هو توفيز يعني اللي في النص ده لا 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 يعني انت فيه فيه ده جزء جزء احعمل له تزاين معايا تمام وده جزء احعمل له تزاين تاني ده لي يعني ينفع ينفع اشتغل بالجزءين عادي في نفس المكان آه آه وانا بعض معايا واضحة ولا مش واضحة مش واضحة ولا مش واضحة اول واحدة لي علاقة بالسينسبول هيت وبعد كده التانية دي لي علاقة بالليتن تهيت اه اول واحدة اللي على ايدك اللي على ايدك الشمال ايوه سينسبول هيت واللي في النص ديتن تهيت ديتن تهيت ماشيين تمام زي ما قلت لكم قلت لكم مثال بتاع قلت لكم على الوقت مثال لانه واضح ان انتم ما اخذنوش بقلكم منه المثال بتاع الفيد ووتر هيتر لو ما بين الستيم والووتر الفيد ووتر هيتر عارفين الفيد ووتر هيتر اكيد درستوه الرجنراتور في صارك يا شباب بتاعت الرجنراتور مش فيه انا درستنا هذا دكتور بس ما درستناش فيه تفاصيل يعني كنا بنقول الام بس انت على عارس هو في اي و اي ماشي اي و اي مش كده انا عاوز بس ماشي اي و اي بس مش عاوز اكتر من كده مش كده داخل الستيم بيبقى داخل الستيم من من التربينة مش كده ويطلع صب كون دووتر ويطلع صب كون دووتر السيم دابية بتقري تطلع صب كون دووتر صح كده ايه وداخل الووتر بيسخن تمام فده بثلاث تجزاء بثلاثة زود ماشي شباب لو حد عنده سأل يسأل ما فيش مشكلة استنيكم انا ممكن تاني يا دكتور ممكن تاني ايه بالزبط تاني على ايه اللح انا دي داني بصر طب طب اه 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 اخب اديكم بس برد دي اتين ماتي اش هجيب لكم رسمة اجيب لكم رسمة للتو زون ممكن دي اتين بس بريك اش هتفضل حضركوا دي اشتركوا في القناة 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 شايفين يا شباب شايفين الرسمة دي ايه دكتور تمام ده في الواتر هيتر ده في الواتر هيتر اللي هو ببقى موجود في ده اللي هو ايه زي ما احنا هم كانوا كده عادي من فوق ده اللي هو موجود في القناة شايفين دي؟ قلوات في دواترشيط. دا كانت زون. دي سوبرهيتين زون. شايفين حتى دي؟ دي سوبرهيتين زون. مرشي؟ و دا اهل حتى كبيرا دي. مكتوب على اه condensing زون. مرشي؟ و الحتى صغيرا دي مكتوب على اه . م pienSize بطيب اخوة إن ميت التبريد أهيته دي بقى ميت التبريد ميت التبريد ميت في الأس став meses شيلة ، وهو من الأشخاص هنا أدي داخل هنا طبيعي ده superheated steam هو داخل أه؟ SUPERHEATED هنا cold water والhot gas هنا gas to water دي gas và water gaz và water وهنا ما فيش أي가지 change ده Kas superheated steam يبرد نف торيد أنه عند مثلا 540 مثلا الصوت 540 ده ده هو مثلا نقول مثلا نفترض انه هو عند تلتمية درجة ما او ايه مثلا تلتمية درجة ما او 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 ايه وعاوز برك لغاية مية وسبعين عشان يبتدي يحصل له ايه كوندنساشن فهيبرد فين في الزون ده او من تلتمية دي كام ليه مية وسبعين هاوزل هنا عند مية وسبعين النقطة لنا ايه معلم عليها دي دي هنا هيوصل ايه عند كام عند ايه مية وسبعين درجة اللي هي من درجة حرارة ايه ساتوريشن تبريتش وحيبتدي الهوب جاس دول يحصل له عملية ايه كوندنساشن اللي هيكون في كوندنساشن زون هيبتدي بالهوب جاس ده يحصل له عملية ايه? condensation في condensation zone. كل tool ما هو ماشي كده ده تحققه رسه مية وسبعين. من اول هنا. وهو ماشي كده ده تحققه مية وسبعين. بيصله condensation. مية وسبعين. مية وسبعين. مية وسبعين. لغاية ما يوصل للنقطة دي هو كده saturated liquid. هنا saturated ايه? liquid. ماشي هنا saturated liquid. تمام? اما هيبرد كده بقى. بقى هنا في عندي ايه? liquid to liquid. لان هو هنا liquid. الhot liquid. والقل ده ايه liquid. فهنا بقى عندي ايه? liquid to liquid. بقى فيش برضو فيزة change. ده حيبرد من مية وسبعين مسلا. لغاية ايه غاية ما يخلق من هنا عندي تسعين او مية درجة ما اوية. تمام? فحيبقى فيبقى هنا هو ده ايه? ده ايه? هنا عندي كمزون? ده ايه؟ 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 ده ايه وهنا الزين وهنا الزين هنا عدد مواسير مختلفة عن عدد المواسير الهنا مختلفة عن عدد المواسير الهنا يبقى كل زون يبقى ليه اه ليه هيدر هنا بيسلمه وستلم منه الزون اللي بعديه تمام يبقى هو هنا انا هقول والله هنا انا عندي مسألة ما بين غاز وما بين ليكوت وحاسب الترانسفير كوفيش ما بين الغاز وما بين ليكوت اوكي عاوز طول قدي ايه عاوز عدد البيب قدي ايه حاسب يعو انا قدت ديامتر مثلا عندي ديامتر مثلا اه اه مثلا الديامتر هاخده مثلا بوصة ديامتر بتاع البيب هنا بوصة باشي اتنين ونصف سنتي مثلا او اتنين بوصة خمسة سنتي مثلا تمام? هاخد دامتر دور كده هو. اوكي? يبقى عدد يبقى عدد البايب كام بقى هقول الفلوريت كزا. تمام? وانا عاوز امشي السرعة بكزا تطلعوها بقى ديا. ده ايه ده? انتم عامليني المادة دي ايه? مسلا. تمام? نشوف المادة ايه? والسرعة الاوبول آآ آآ في المادة دي. يعني مثلا عندنا التين يم يبقى خمسة عشر متر في الثانية. لأنا الحياس يبقى تلاتة متر في الثانية. فانا هقول والله انا عندي تلاتة متر في الثانية. يعني انا عاوز كام بايب. انا هنعين World او عاوز الآآ تمام? وحسب الطور. ماشي? عند جزء دا وعد جزء. دا وعد جزء تداء وعد جزء. تمام? وفكل بقى القوانان outreach. نقول لنا اليوم. ماشي يا شباب? دكتور وثلاثة متر في الثانية دي للفيد ووتر اوتلت يعني او المية اللي جوه الفيد ووتر اه انلت 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 انت اتجيب كده اعمل السيرش كده ولا انا عندي بايب كاربون ستير عندي بايب اه 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 كابر ايه اعلى سرعة ممكن امشي بيها فيه فيه نعم نت بس جبها من كده مصدر اه دي متابطة بالا 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 فلويد يعني وكده اه متابطة بالا اروجان ما هو اصدر عملين مش مش يا شباب انتو بتكلموا فيه انتو عاوزين تتعلموا مش كده ايه ببط تمام طيب فانا بقول لك حاجة عشان تتعلمه السرعة دي متابطة بالا اروجان وآ يعني فيه عندي اروجان الدي اير بالفايبريشن الى حد ما ماشي تمام فهو بالا اروجان من لي يعني من لي بالا اروجان كده يا شباب فاحنا لما بني ادي هنا الكلام دول فهو كلام لتطبيقات طبيعي الكلام هنا لي ايه لتطبيق وتطبيق لازم ان احنا يعني زي مشاريع زي الحاجات اللي انتو بتاخدوها دي ازاي تطبقوها طبيعي تطبقوها السنة الجاية بقى على ايه على حاجات كتير ماشي تمام يا دكتور وهنا كلاسيفيكيشن وهنا كلاسيفيكيشن طبيعي هنا زي ما احنا قلنا كده دي سنجل فاس اللي هي سنجل فاس فوسد طبيعي عندنا ولي هي عندنا 2 فاس فوسد اللي هو دي سوبرهيتينج دي سنجل فاس واللي هي سبكولينج بس دي سوبرهيتينج غاز لیکوود والسبكولينج لیکوود اللي هي بقى التكالسيفيكيشن اللي قوليه تعايا هنا بقى عقودين نتكلم ازاي طبيعي ان تخطو مع الدكتور ياسر ازاي تستطيع بالا malware hay transfer effective official Gün действns لاب Déica عليه انا بقى راجع انا بطبق بس على ايه الخطو مع الدكتور ياسر هو ال basic احنا بقى ايه زي ما احنا قلنا الجزء دوا هو طبيع انت خط معي� , ازاي نتطبق هنا انت خط معايا مع دكتور ياسي الكوندكشن وكونفيركشن ازاي نصبق بقى على الهيت اكتشانج فالهيت اكتشانج ده طبيعي لازم ان احنا نبص نرسم الرسمة بتاعتنا تعال نبص على الرسمة ده ده ايه ده فيلاود ماشي من هنا وهو فيلاود ماشي من ناحية دي وده الوال بتاع التيوب تمام طيب احنا بقى بنحسب ايه في عندنا حاجة اسمها فاولنج ايه فاولنج دي مافيش اي هيت اكتشانجر بيبقى كلين مية في مية لازم بيبقى فيها الرواسب والرواسب دي لازم تدخل في الاعتبار في الدزاين لازم تدخل في الدزاين انت لو قلت ان الهيت اكتشانجر ده كلين وعملته ان هو كلين وهيديك الكباستي ديا او ديوتي ديا كمية انتقال الحرارة اللي انت عاوزها مثلا تمام هيعود يشتغل يوم وتاني يوم مش هيديك كمية الطاقة دي اه كمية انتقال الحرارة ليه لانه هيبتدي يتكون رواسب تمام فاحنا بن ايه بنقول ان انا عند الهوت في رواسب وعند الكولد في ايه في رواسب الطبقة دي يبقى عند الكولد في رواسب وعند الهوت في رواسب ليه هنا في اسلام ماشي با تي هوت ودي الهيت اه الهيت كباستي بتاعته اللي هي ام في سي بي منسلاف الفون في سي قابتال منسمها فى هي صبра الاو م هوت في بي هوت وهنا دي ام كولد في سي بي كولد اسمها ايه هيت كباستي ودي الكيو اللي ماشي طبيعي الكيوم اللي ماشى من ايه هي نفسها اللي ماشى. من اتش هي نفسها اللي ماشى من ايه من البيت. تعال بقى نشوف اللي عندنا بنيبتدي طبيعي. بنيبتدي طبيعي من الهوت للكولد. فاول حاجة عندي مبين ايه? مبين ايه? الهوت في لويد. هنعتبر ان انا ماشي في حتة فيها فاولنج يعني. امام? وبعدين فيه تانسفير. اه فيه كوندكشن. اصروا الفاولنج. وفيه كوندكشن تاني خلال الوود. وفيه مقاومة كوندكشن خلال الفاولنج اللي في الكولد لير. وبعدين فيه كوندكشن. يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اوكي? وده والحرارة بتمشي من ال ايه? من ال ايه? من ال ايه? من الهوت طبيعي لل ايه? للكولد. تمام? تبقى زي ما احنا قلنا زي ما انت خدته مع الدكتور ياسر. ايه? ان احنا نقدر نجيب التوتال رزيستنس. ومن التوتال رزيستنس. نقدر نجيب اللي هي ترانسفير كوفيشن. طب. الفاولنج هي اللي يرجي. مقاومات بتاعتها بتبقى منين? بتبقى ستاندر. ويقول لك والله فاولنج جديا ما بين مثلا فيه فلاويد معين بغازم بتبقى مديله كزا حاجة. بغازم تبقى مديله نوع الفلاويد ونوع المتال. نفترض مسلا من ووتر وكبر. حيقول لك فاولنج والله لير مفروض تبقى رزيستنس بتاعتها كزا. اه نفترض ووتر وستانل ستيل. حيختلف. تفترض اويل. وآآ تيتينيام مثلا. هيختلف. تمام? فانت لازم تحدد ايه? الووتر. الليكويد. الفلاويد. غاز آآ ليكويد. ولازم تحدد ايه المتال. فليها جداول بتقدر. في المسألة لو جات لنا مسألة زي دي طبيعي. انا مش هتغف في تفاصيل دي او يعني انا بديك الهي ترانسفيرك اوفيشان لو بديك الاتش على طول او هتديك ال ايه الفاولنج. كمام انا ممكن بديك الاتش على طول طبيعي مش بنضخم في تفاصيل ان احنا نقصب الاتش. ان انت درستها او جهزها هتمتحم فيها مع الدكتور ياسم مش عاوزين نرزق في بعض. انا بس عاوزة تعرف ان الاتش كزا ازاي تستخدمها في الهي ترانسفيرك اوفيشان. جزء بقى ان انت تحسب الاتش ازاي مش ايه مش مش تبعنا هنا. اوكي? طيب. انا هنا انا عندي ايه اهو. وراحت على اليو الاوبرالهو ترانسفيرك اوفيشان في الاريا. ممكن بقى ااخد اي اريا. ممكن اخد الاريا اليو دي يقولك بيزد على الارتش. الاريا. او بيزد على الاريا. هنا طبيعي دي طبيعي. اصعب حاجة. ان الكولد يكون عليه فين. يعني دي او مش اصعب. مش عاوزة سسميها اصعب. عاوزة سسميها اشمل حاجة. يعني بعد كده لو ما فيش فين يبقى الاثاة المدين دي حتتشار. لكن دي انا حاجة العامة. وهنا الاثاة الداخل بال Ukraine. وهنا الاثاة اوفاول. وهنا الار اللي هي انا بساموها فاولينج فاكتور. فاولينج فاكتور دوان اللي بيمدهولك بتقسمه على الاريا. فاولينج فاكتور. وده الفاولينج فاكتور. تمام? وهنا الار بتاعته الدابيو بقى. اه اه الكوندكشن اه رزيستنس. تمام? فدوان اه اه الجزء بتاع اه اه الابرور هي ترانسفير كوفيشاند. دي يقدر نحسبه منين? طبيعي. اه الاحجات دي كلها بمفروض انت عارفها مع الدكتور ياسر. اللي هي اليتا اوبرول افشنسي بالنسبة للفينز واحد على الافين على الارياب. واحد نقص اليتا فين. كل كل كلام ده انت مفروض واحد مع الدكتور ياسر. تمام? طيب. دي الفاولينج فاكتور بس دي يعني ايه? عند ده انت حالة معينة. تمام? تمام? في جداول كتير عليها. تمام? سي ووتر. اه اه بويلر فيد ووتر. تمام? اه هو هنا مديني الفاولينج بتبقى كام. الفاولينج كام. وهكذا الفاولينج اه بتبقى كام. والستيم ايه? بتبقى ايه كام. مديني هنا طبعا فيه. هو جدوة البسيط. هو زي ما انا قلت لك ان الجدوة بيبقى فيه السرعات وفيه درجة الحرارة. وفيه ايه? نوع ايه? اه ونوع الميتال. الماتيريال. تمام? لكن ده حاجة مبسطة كده. ده الفاولينج فاكتور. فهي دي اللي بتجيبها وحداتها ايه? متر سكوير لكل كيلفين. ايه؟ بروط. ده تأثير الفاولينج على الايه الفاولينج على ال ايه الفاولينج في لويد وعلى اللي هي الترانسفير. فده clean tube اهو عند الطايم بزيو. يعني انت جايب رهيت اكترانيو الجديد ما فيش fouling. تمام? وبعد شوية تكون fouled وبعد شوية increase the fouling. فطبيعي هنا هنا fouling is zero. واللي هي الترانسفير رزيستانس overall بقى الهيت ترانسفير رزيستانس. زي ما احنا شايفين كده هو كانت ليها قيمة معينة. التوتال رزيستانس يعني. وبعد كده هو قلت شوية. هنقول قلت ليه? بعدين زادت. يبقى الهيت ترانسفير رزيستانس. الهيت ترانسفير رزيستانس زادت. يعني الهيت ترانسفير يعني الكيو حصل لها ايه? قلت. الكيو قلت. يبدأ تأسيل fouling. طيب. الفلاويد بقى. نحسل fouled resistance. تمام. هنا برضو fouled resistance زاد. زاد ليه? لان cross section area عندي قلت. زي ما احنا شايفين كده. cross section area عندي ايه? قلت. فايه? اه 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 cross section area قلت. بالنسبة للفاولينج الداخلي. قلتلي cross section area والتالي زادت لي. اه? الفريكشن. اتعارفين. اه اه بتعتمد على كل ما يقل. كل ما اه اه يزيد. تمام? اه فهنا بالاضافة ان ان السطح طبيعا هيبقى ايه? هيبقى ايه? هيبقى ايه? هيبقى اقصر ايه? roughness بتاعفنا تضغير. تمام? طيب. يبقى هنا ده تأسير fouling يبقى. تأسير fouling يبقى. احنا كنا قلنا مرة اللي فاتت ايه? ايه? قلنا مرة اللي فاتت ايه? ان ان انت بتعمل design للهيت اكشنجر. بتعمل ايه? بتقول انا عاوز ايه ايه اه ايه حفظه. احسن فبتدفع فلوس اكتر طبيعي ده حاجة طبيعي بتاخد خدمة احسن فبتدفع فلوس ايه احسن اكتر اي حد بياخد خدمة كبيرة بيدفع فلوس اكتر صح كده صح يا شباب تمام يا دكتور هنا بقى ما بنيجي نشغل خلوا بقى لكم من حتة دي بس مركزوا معي هنا ما بنيجي نشغل بيحصل ايه بيحصل طب الفاولينج ده حيعمل لي ايه هعمل لي ايه هنا الراسمة دي هاي اللي الهي صح كده ايو وحزود لي يبقى انت بتدفع فلوس اكتر وبتاخد خدمة اقل مع امرور الوقت مع امرور الوقت كل ما الهيت اكشنر ده بيعود شوية تمام عشان كده الشركات يعني مثلا انا كنت بتجابكم من فترة من سنتين ثلاثة عاملين برنامج على الاكسل بالقوانين اللي انت واخدينها دي اللي انت هتخدوها الوقت دي تمام برنامج على الاكسل يعمل يحدد الفاولينج ويحدد وقت اللي بيعمل لكلينينج لفاولينج ده تمام فالجزء اللي احنا بناخده ده الناس بتستخدموه بقى سمى الناس يبقى مهندسين شطاه تمام انت الوقت كل ما انت ماشي في الزمن كل ما بتاخد تيو اقل تمام وبتاخد ايه وبتاخد وبتدفع اكتر بامبينج بامبينج باور اكتر لان برنامج على الوقت بيزيد من حسن حظنا ان المصنع لما بيجي يعمل ديزاين انت بتقول له مثلا انا عاوز انقل حرارة مثلا مقدرها سيجمال انيرجي مقدرها مثلا مئة كيلو واط مئة كيلو واط اوه بيعمل لكش الدزاين على مية اوه بيعمل لك الدزاين على مية وخمستاشر يبقى انت هتفضل تقدر تاخد المية لغاية لما يبقى فيه نتيجة الفاولينج خمستاشر فانت المفروض تحسب بقى الخمستاشر دي هتوصل امتى بعد ستة شهور بعد ثلاث شهور بعد كده بحيث ان انت تعمل ايه تعمل ايه بعد الفترة دي بتفضل ان انت تاخد الخدمة اللي عندك اي نعم بتدفع فيها فلوس اكتر بس بتاخدها على الان تمام فده الواقع ودي تطبيق عملي وده بقول لكم في شركة جابكو ولا حد يعرف شركة جابكو اللي هي شركة البترول البترول الخليجي السويس عندهم برنامج هم عاملينه عشان يحسابوا الحسابات دي من القوانين لللي انت هتاخدها بقى اكتر طيب البرامي تاريس بتقصى على فاولينج هي الخواص انا بديكم دوان لان ده مهم جدا في الناحية اللي عامة فيه لما تطلع لما تتخرج تمام اه الخواص الفلويت هل الفلويت دوان اه اه روسخن مثلا بيحصل له اه بيبتد تتكون فيه بعض الرواسب زي ماريا مثلا لما بتسخن بيبتد يحصل فيها بعض الرواسب في الغلايات تمام بعض الاملاح بتتحلل فتترصب منها زي الكالسيوم زي حاجات زي كنة مارنيسيوم مش حايف ايه اه فهل مفلويت دوان بيبتد ودارت حاراته اه زادت او قلت حيكون له رواسب ولا لأ اه دي اول حاجة كل ما دارت الحارة بتزيد كل ما احتمال حدوث الفاولينج بيزيد كل ما دار كل ما احتمال حدوث الفاولينج بيزيد التيوب ماتيريال في بعض التيوب في بعض الماتيريال بتبقى بتقدر انها حالتها ايه كمان الرفنس بتاعتها وفي بعض الماتيريال ده ما احنا قلنا ممكن تكون بتستقبل فاولينج اكتر من بعضها مع بعض الفاولينج يعني متيريال وفاولينج بيحصل بينهم تفاعل الفاولينج واللي هو خالي خالي من الشوائب من اي تلوثات من اي تلوثات لان التيوب السرعة بتاعها بتبقى عالية وبالتالي احتمال حدوث فاولينج بيكون اقل داخل التيوب بغمى من ان المائع دول قابل ان هو يحصل فيه فاولينج فانت عندك ثمان حاجات اهو برامتر ده مش برامتر ده حل ده بعد ذلك سبعة برامتر بتبينleك ايه ازا بوثنة بتؤثر فيه ん فاولينج إيه 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 ظاili لو انت ضرتها عالية تعندك فاولينج هي هتزيد الفاولينج هي تقل الفيوريتي لو فيه كنتمنيائشن او فيه او كل الكلام دوا واضح ولا فيه اسئلة اسألوا زي ما انتوا عاوزين. تمام. ممكن بس اخر نقطة اللي هي تمانية دي? تمانية ديا التمانية ديا يعني دايما بيسموها يعني تحط اني داخل التيوب واني خاري التيوب. جاذب انت تختاره وانت بتعمل ديزاين للهيت. تمام? طب اني داخل التيوب فيه بقى قواعد كتير. لكن احنا خليها في فاولينج يعني مثلا الهوت بيتحط فين. اللي فيه بيعمل الكوروجين بيتحط فين وهكذا. هنا فاولينج القاعدة بتقول لك ايه? القاعدة بتقول لك لو المائع دوا الكل دي مثلا او الهوت. ميال انه يعمل فاولينج كتير واحطه داخل التيوب. هتقول الله هتحطه داخل التيوب. ده هيمل فاولينج هيسدي اللي تيوب. هقولك طب لو برا. انت كده هو عشان تعمله كلينج محتاج ان انت تعمله كلينج داخل التيوب. لكن لو برا. لو حطيته برا. هتتكون الرواسب على الشيل. وعلى تيوب. فانت كده ايه? دمرت الاتنين. تاني حاجة جوه. جوه. دي الكتر بتاعها تغير. وبالتالي سرعة الفلاويد هتبقى عالية. واحنا قلنا لما السرعة تعلق يبقى احتمال حدوث الفاولينج بيقل. تمام? وهو بيقولك دايماً حط المائع اللي احتمالية حدوث الفاولينج فيه اعلى. تمام? تمام? مش داخل الخاري التيوب ناحية الشيل. انا في 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 او في في او في بايب سايت. ماشي يا شباب. انا كل دوا احنا كل دوا بندرس هيت اتشانجر. ودخلناش في المسائل لسه. ماشي? هنطخل حالة انا الوقت. اوبرول هيت ترانسفيركو اوفيشانت قلنا ده بقى الاوبرول من بعد ما شلنا الفينز والحاجة دي. تمام? ده ايه المعادلة بتاعت الاوبرول هيت ترانسفيركو اوفيشانت وانت كلكم عارفينها. تمام? ممكن الكتر تبقى عالية فاقول نجليكتنج للريزيستنس دي. انا ده سمح بيه طبيعي انت تعمل ايه? لو لم اديتكش الكيه انت هتهملها. لكن افرد انا اديتك الكيه وانت لقيت مثلا الكيه دي بتاعتنا حصل الوثمائة وتمانين. تمام? ممكن تقول لي بالمسألة ومسموح لك لان انا بتعمل معاكم كمهندسين. بس فاهمين. ما حدش يعمل فرد غلط. يعني قبل ما تعمل اي فرد او اي اصامشن لازم تكون ايه فاهم. تمام? فهنا الطبيعي دي الخمس مقاومات اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو ايه الكونفكشن بلا وجوه. والفاولينج بلا وجوه. والايه الكونفكشن اللي في ايه اللي في الوال. اوكي? ده طبيعي ايه الوالي ترانسف كوفيشن. الوالي ترانسف كوفيشن طبيعي اه زي ما احنا بنقول بيعتمل على اتش واحد و اتش اتنين. لو اتش واحد و اتش اتنين كانت عالية يبقى ايه? يبقى هتبقى عالية. نخلي بالنا من حاجة. لو عندي الوالي اتش منخافضة. اوي. هتاصل على الوالي ترانسف كوفيشن ولا اه? عندي الوالي ترانسف كوفيشن طبيعي اكيد هتاصل. تمام? الوالي ترانسف كوفيشن طبيعي عالية برضو ديان حتحسن الوالي ترانسف كوفيشن. اه الوالي. اوكي? ولو عندي ثن تيوب برضو الوالي ترانسف كوفيشن حتحسن. احنا الثن تيوب والثيخنس بتاع التيوب عشان اكلمكم من ناحية الديزاين بقى. مش من ناحية الهترانسف كوفيشن. الثيخنس بتاع التيوب يا شباب بنختاره بيزد على مش على الهترانسف كوفيشن. الثيخنس بتاع التيوب بنختاره بيزد على البرجر انسايد زبايب. الثيخنس بتاع البرجر يعني بيكون لي علاقة باستريس أناليسيز وبالكوروجين الطيوب داية ممكن تتاكل معدل الكوروجين فيها قد ايه فالأول بيحسب هو عاوز سيكنس قد ايه علشان يستحمل الضغط ده نفترض انه هو عاوز سيكنس مثلا خمسة ميلي عشان الضغط ماشي طب هو لو حطه خمسة ميلي وشغل سنة وحيقل عن خمسة ميلي حيحصل مشاكل الضغط دي مش هستحمل ضغط فبيحط فوق الخمسة ميلي عشان ده حيتاكل يقول لك عمر يقول لك مثلا نفترض ان الكوروجين ريت مثلا واحد ميلي في الثانية في الثانية فانا هحط بدل ما هو خمسة ميلي ثلاثة ميلي يبقى عمر بايب دي كام يبقى أقل من السنة يقى واحد ميلي في السنة انا هحط البايب بالسيكنس بتاعته تمانية ميلي او عاوز خمسة ميلي عشان يستحمل الضغط يبقى انت حطت المرجن او كيرانس ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين فهي مش بتعتمد على طبيعي الكلام ده اوه بيقلل لنا احنا بتروح هي ترانسفير بيقلل لنا هي ترانسفير لكن زي ما قلت لكم ان الهيت اكسشنجر مش هي ترانسفير بس هيت وفلاود وكورواجن وفايبرياش او حاجات كتيرة جدا حاجات كتيرة جدا تمام لكن احنا ما بنيجي نتكلم بنتكلم ايه كهيت ترانسفير بس انا بحب عقبلكم عشان تبقوا ايه ان تعرفوا ان العملية ايه مش هي ترانسفير بس تمام طيب دي الاوبرول هي ترانسفير كوفيشنج دي رينج وانا حابب ان مش تحفظوه تبقى عارفين الرينج ازاي يعني تبقى عارفين الرينج ازاي لاني ساعات واحد يقول لك ايه يا باش مهندس احسب لي رفلي كده الاية دي قد ايه مش هنوعب بقى انا جيب ايه ايه اتشات ونعمل ونعمل ممكن رفلي كده بسرعة يبقى في مخك ايه رقم وهو قال لك الووتر تو ووتر طبيعي ايه من 850 ل 1700 تبدیم تتأثر بايه ليه من 850 ل1000 ليه 850 وايه اللي حيوصلها من 850 و1000 ويه و700 طبيعي السرعات كمية الفلوريت كل ما الفلوريت يعني كل ما الهي ترانسفير كوفيشن حيزيد تمام يبقى فيه رينج بقى تمام من 110 ووتر تو ايل طب ليه الووتر تو ووتر اعلم الووتر تو ايل يالله حده بسرعة بتاعت الويل ايوه صحب اكثر في حاجة تانية عشان الويل خرر بتاعته يعني بتاعه غير الميا ايوه رينج بسو ايه ما هو رينج بقى يقصر في الاتش مع وكده هو ده الفلوس الفيسكوست كسافة كسافة برضه ما انا بتكلم ان كل ده هيقصر في الاتش مش هيقصر في حاجة اه كسافة الكسافة بتاعته الزيت اقل من كسافة ايه صح كده صح طيب يا بخواص نقوله خواص اللي هي كسافة والبسكوست تمام فهنا عندي طيب الهوا بقى من برا لفي اند تيوب هيت اكشانجر وفي كروس فلو من خمسة وعشرين لخمسة بص الهوا عجايبين له ايه فينز وجايبين له وجايبين له مروحة وجايبين وواتركام من خمسة وعشرين لأيه لخمسة الستيم كندنسر كندنسر من 1000 لستلات كندنسر عرفتوا ليه بقى بنعمل الهيت اكشانجر ثلاث مراحل اللي في دووتر هيتر يعني السابقود دووتر تووتر هنا في كندنساشر وفي تبريد ستيم تووتر فكل مرحلة لها ايه لها مختلف يعني هنا ستيم كندنسر هيتر بتاعته كام من 1000 لستة لاف هنا ووتر تووتر سيكون دووتر للووتر التاني اللي هي في السوبر كولينج زون بحي تاخد الهيت ترانسفير كوفيشانج دي تمام فما ينفعش ان انت تعمل تصميم واحد انت لازم تقسم لزون زي ما شوفنا في الرسم تعال بقى انت شوف الحسابات بتاعة الهيت اكسشانج اناليسيس طب الحسابات دي بنعملها ليه بنعملها عشان ديزاين واحدة في نصر ما بنعمل ديزاين كتير وان كنا بنعمل ديزاين في الهيت اكسشانج في ناس بتعملهم وفي ناس بيصننهم ولكن مش كتير اقدر انت هتشوفه ان انت بتحدد زي ما قلت لكم البرنامج اللي هم عاملينه فين في في جابكو برنامج على اكسل شيت بسيط جدا بس واخد الحسابات اللي خدها في الكلية وقوانين تمام ويقدر يحسب بها الحسابات بتاعته تمام فاحنا عندنا طريقتين للتعامل مع الهيت اكسشانج بي حاجة اسمها نجاريسمك من تيمبراتشور ديفرنس المت دي المت وفي طريقة تانية بيسموها اه 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 طريقتين لالتعامل مع اه مع الهيت اكسشانج اه كما ساء نجاريسمك مين تيمبراتشور ديفرنس وال افكتفنس طب انا في الامتحان ممكن الزمك بطريقة ممكن الزمك بطريقة وممكن ما الزمكش بطريقة ممكن اجيب لك جداول او خرايط بتاع الطريقة معينة ايبا انت عارف انت اعطيق محدش بقى يروح ايه مش ما يبصش على الخريطة يشوف الخريطة دي حيحل بيها بقاني بقاني جزء تمام ويقول ايه ده انا اكتشفت في الاخر ان انا ايه ان انا بحل بطريقة مش هي دي اللي انت عاوزها لا انت رازم تبص على الجد تقرأ مسألة وتقرأ الدات اللي عندك كويس وتقرأ وتشوف الخرارة اللي معك ايه وكل حاجة علشان تشوف هتستخدمها ازاي ما هي دي الطريقة اللي انت هتحل بيها واحد يكون مذاكر طريقة تانية يعني بنشوف كل ده في الامتحان بنشوف كل ده في الامتحان تمام فاحنا عاوزين نبقى ايه 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 نعرف مصلحتنا ونذاكر طريقتين طريقتين اسهل من بعض طيب يبقى اه امتى نستخدم اللوجاريسم من temperature difference جمال همديك الطريقتين امتى استخدم دي وامتى استخدم دي احنا لازم برضو نقول design اه to design or to predict the performance يبقى انا بستخدم الطريقة دي لو انا بعمل design ماشي لو انا بعمل predict performance ماشي تمام يبقى احنا هنقول total heat transfer ايه الدata اللي مدها لي مديني temperature temperature الدخول بتاع ال cold ومديني temperature بتاع الدخول بتاع hot ومديني temperature بتاع الخروج بتاع hot يعني هيقول لي ايه مثلا صمم لي heat exchanger بيمشي فيه كمية مية مقدرها قد كده اول تمام وال temperature بتاعة الدخول بتاع مية كذا وتاعة خروج بتاعة المية بتاعة بيمشي عندي كمية مية قد كده تمام يبقى لازم معاك الاربعة temperature inlet والoutlet مش معاك مش دوي كمية دهانة بتاع تحسيبها من معلومات اللي في المسألة الinlet والoutlet بتاع cold والinlet والoutlet بتاع hold يبقى ده الطريقة دي تستخدم لو مش كده ترجع للطريقة تانية لأن انت لو عملت بالطريقة دي حت داخل trial and error trish تمام فهنا لازم تكون هي دي الطريقة هو هو قال لك هي لازم تكون عندك طريقة ده الكلام اللي هو كذبك نرون تمام دي القوانين اللي احنا منستخدامها ما فيش هسأل منها عارفين القوانين دي ما اخذنا في السرم ما فيش احنا الجزء بتاعنا دا ساهن جدا بس ذا كو عادي دكتور هو أدي لو جريت مجدي بقى بتعتمد على نحيتين نحيتين تمام آه طبيعي طبيعي خليك بس بقامعات الأولانية عادي م حوت في السي بي حوت اللي اتنين دول مع بعض بسميهم سي كابيتل سي حوت بسميها هيت كابستي في تي حوت ناقص تي حوت أوت ام قول في السي بي قول اللي هي سي سي اللي هي هيت كابستي بتاع قول في التي كولد أوت طبيعي نحس التي كولد اين طبيعي اللي اتنين بيساوي بعض نفتقد انه هو مديني دي كل حاجة عندي ومديني ناقص ان انا جيب التي كولد أوت هعرف اجيب وهكذا نفتقد انه هو مديني التي دي والتي الاربعة تي وعاوز يجيب كمية ماس اللي انا محتاجها عشان اعمل ايه كولنج مثلا اوكي اوكي طب الكيو بقى بتساوي ايه يو ا ا في دلتا ا لغاريثمي مين بطريقة ما تسمي ا لغاريثمي مين temperature ا difference طب ازاي بقى نجيب الدلتا تي لغاريثمي تعال نشوف ده ايه ده parallel flow heat exchange اللغاريثمي مين بقى بيسوي ايه بقى تعال نبص عليه تعال بس نشوف الاول parallel flow heat exchange انا مش هاديكم طبيعي اثبات هي لها اثبات بس احنا مش هناخد الاثبات يعني هنه منيش ان احنا ناخد الاثبات هتنسو بعد ما تبتح نحن بيوم تمام جيز مع دلتا تي واحد ما بين الهوت والكولد ماكسيمم ماكسيمم ممكن يكون النحاة تانية بس ايه اكيد في البغا اللي هتبقى هنا عند المتخد دلتا تي واحد وهنا دي دلتا تي اثنين اللي هي مينموم يبقى انا دلتا تي واحد ثانية يا شباب هي فرق ما بين ايه الهوت والا والكولد عند المتخد وهنا الفرق ما بين الهوت والكولد عند المخد مثلا او عند الشمال وعند اليمين بقى لش مدخل ومخد عشان ممكن يكون ايه يكون في الكونتر مش هنقول مدخل ومخد ماشي طيب هنا دي الparallel في لو اه لو عملنا بقى هنعمل assumption وهي دي اللي تميني اول حاجة ده insulated يعني insulated يعني q اللي منتقلة من الهوت كلها هتوصل للcold يبقى نقدر نسوي معدلتين ببعض اللي احنا خدناهم من شوية اكسي الكندكشن الانج تيوب is negligible يبقى مفيش الكندكشن خلال تيوب خلال طول تيوب الكندكشن في اتجاه الريدي البس اكي ده احنا فاردين ومع الدكول ياسر potential عند kinetic energy مفيش potential لو kinetic energy فحنا اقدر تب المعلتين اللي هي q بسو الام cb delta h دي مفيش بقى kinetic energy ولا tension energy flow specific heat or constant والoverall heat transfigure efficient constant ما بتتغير طبيعي في الواقع الoverall heat transfigure efficient بتتغير علشان فاولنج بيزيد لكن احنا هنعتبرها انها ثابتة ونديها على فاولنج 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 معين اوكي طيب يبقى هي دي يعني ال assumption اللي عندي طبيعي لازم تكون ايه اه فاهمهم انا ممكن اجيب لك mq تكون اجابتها في function دي في assumption دي يعني ما اقول لك explain تمام هتيجي ايه يبقى انا محتمد ان انت عارف assumption دي كل اوكي وفاهمها يعني مش فاهمين هسأل معايا 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 اوكي هنا بقى هيكون ايه هو هنا لاتكتبها لمقلوبة ايه delta t الكبيرة نقص صغيرة ما يجاج حاجة هي كده اهي delta t one نقص delta t two على delta t one على delta t two لو لابت دي تقليب دي او يمكن عشان كده هوا عطتها يعني لو قلت delta t two نقص delta t one يبقى لين ايه delta t two على delta t one ايه هنا دخول نقص دخول نقص دخول نقص delta t one delta t one الهي ما بين hot و cold delta t هنا هي delta t اللي في المسألة بتاعت في السجم dynamic ايو تمام دي هي temperature difference ما بين hot و cold ماتي عند section معايق عند section بتاع الدخول أو عند section بتاع الدخول للhot مثلا والsection بتاع google hot مثلا ماشي لا وانا هتطهلكم هنا اول عشان ما من ننساش جبتلكم رسمة تاني هنا تمام يبقى دي delta t واحد اهي ودي delta t two نفترض قلت delta t two نقص delta t واحد يبقى لازم تحط هنا ايه دي هي دي دي هي دي ماشي لا تعال بقى نشوف counter flow يبقى انا نشوف lin هي lin دي ايه لو انا في ايه زي ما احنا شايفين كده هنا ان delta t واحد على delta t اتنين اكبر في في ال بال ولا اكبر في counter وفي ال بال 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 يبقى يبقى هنا انت هتقسم على قيمة اكبر مش كده تمام يبقى delta t واحد على delta t اتنين ديا لو افترضنا انها ثابتة وهي هتبقى ثابتة اكيد لان انت delta t دين هتبقى كده يعني انت ما تحتسبها كده هتلاقيها ان هي فرق ما بين cold وال hot ماشي هنا delta t واحد نقص delta t هنا مقسوم على قيمة كبيرة صاح كده تمام هنا مقسوم على قيمة ايه صغيرة يبقى delta t logaryismic يبقى دلت اكيد t logaryismic مين اكبر counter ولا ال paralel paralel الparallel اكبر اللي تحت كبير الparallel اصغر الparallel اصغر يبقى انت بتقول ان cube ساوي ايه تعال نشوف المعادلة cube ساوي ايه delta t logaryismic في الparallel delta t logaryismic كبيرة يبقى الاريح تبقى ايه ممكن تبقى اصغر لا مش ممكن لنفس cube لو نفس cube يبقى تصغر يبقى الاية هتبقى ايه اصغر يبقى اذا لو انا عندي نفس cube وقلت ان انا عندي ونفس temperature نفس cube ونفس temperature يبقى الاية اللي انت محتاجة في الparallel اكبر ولا الparallel اكبر الparallel اكبر الparallel اكبر طبيعي ده عيب طبعي لو انا عندي heat exchanger already موجود يعني الاريح بتاعته موجود وشغلت مرة parallel مرة counter مرة parallel ومرة counter حديني q انهي اعلى الparallel على counter 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 لان هنا هي نفس الاريا بس delta log اسمك ال counter اكبر وبالتالي حديني aq a اكبر يبقى اذا ال counter لنفس ال q لو انا بعمل design لنفس q ونفس درجة الحرارة ال counter حديني اريا اصغر اريا اصغر يعني cost اصغر طبعا لو انا عندي heat exchanger موجود لو شغلت parallel او counter لو شغلت parallel هيديني q اقل من لو شغلت a counter يبقى دي مستان في a counter a في low heat exchanger طبعا هل في حاجة تانية اه ايه بقى دي بنستخدم ها في بعض مساء mcq علشان a enter a تقول لنا طبعا لو انا عندي هل t cold out دي ممكن تكون اعلى من t hot out في جسمة دي لا لا يعني لو انا جسمت اللي عملتها كده لو انا جيت رحت رياسم دي كده تمام هل حاجة في حاجة هتمنعني ان انا اقول ان t cold out اكبر من t hot out لأ لأ طبعا صاحة كده تعال بقى نشوف الجسمة التانية لو انا هنا اقدر وني t cold out ممكن تكون اكبر من t hot out اه اه لا كده كده ساعدتها تبقى الحرارة اه هده اه يبقى دي اه ناخذ second law مش كده عمل بتسموها cross حالة cross التنبرش عمل cross cross situation بتوع بتسموها cross situation cross يعني الاتنين اه اه عملوا cross مع بعض تمام طبيعي ده مرفوض وبالتالي يبقى انت انا قلتلك خلوا اكتبوها عندكم دي اكتبوها عندكم درجات الحرارة ماشي معايا ماكدو هنقول ان t hot 150 t hot in 150 و t hot او 100 ماشي والt cold in 30 والt cold out 80 دي parallel ولا counter ولا تنفع الاتنين تنفع الاتنين شعب لو انا قلت بقى خلينا بقى صح تنفع الاتنين لان انا كده هاخد ايه هاخد t cold t hot out و t cold out وقارنهم ببعض هلا ان t hot out هنا كانت كم كنا قلنا 100 تقريبا والتانية 80 فيبقى ما زال t hot اعلى وتنفع الاتنين لابن لو خليت بقى t cold out بمية بمية وعشرة ما تنفعش برد تنفع ايه counter ماشي تمام دايما احنا الساعات بنجاب هديا ايه في ال MSQ تمام تروح رسمني بقى رسمة وتقول ايه كده اول هدي ما ينفعش كده او تشرح حالي هنا يبقى طيب ايه تاني قال في حاجة تاني قلوه يا شباب قال في حاجة تاني هنا temperature difference هنا عالي قوي temperature difference هنا ايه منخفض يبقى فيه هنا temperature difference عالي يبقى فيه حاجة اسمها thermal stress يبقى thermal stress على parallele لاني cold والhot فيه temperature difference بينه عالي اعلى من thermal stress على counter لاني counter ايه ال counter ايه تقريبا temperature difference uniform تقريبا تغير شتي تمام يبقى انا قلت بعض حاجات لقطوهم ولا لأ counter بيدي q اكبر لنفس heat exchanger عند نفس دراجة الحرارة counter بيدي q اكبر واني لو نفس q ونفس دراجة الحرارة heat exchanger بيبقى محتاج area اقل من heat exchanger بتاعة ال a paralelel نفس مخافضة. هنا مفيش فرق بين counter والparallel. دي أول ملحوظة ولا هنا. يبقى هنا وهنا في حالة phase change مفيش فرق ما بين ان انا خالف له counter والأول خالف له parallel. كيف؟ هي هي. تاني حاجة دي مهمة قوي عشان في الطريقة التانية. هنا باعتبر ان الCH اللي هي الهيد كابستي اللي هي في CB التي. الCH infinity. الCH infinity فليبني. الCH هي بقول تعالث مرات. إنفينيتي هنا السي pole إنفينيتي لما عندي فيزة تتشينج اللي هيت كباستي إيه عالية جد صغير جدا وبقول عليها إنفينيتي يعني عارفين يعني ايه هيت كباستي كلمة هيت كباستي بالعربي طدر ايها بس في بالك الصعه الحرارية بشكلها كباستي إيه الصعه بسعه الحرارية بتستقبل الحرارة قد إيه محتاجة حرائط الدقيب تستقبلها عما بيحصل عالية جدا. اللي سنتيه بيبقى جدا بالنسبة للسي بي. فهينا بيحتبروها ايه انفينيتي. ماشي? طب لو نعم. اكنها ريزفور يعني? اكنها ريزفور جزتا. ماشي? السي ايه انفينيتي. ماشي? واضحة? ما تنسوهاش ده عشان ديه صعب تيجي تريكات في الامتحان بتاع السعرفات الجات. وكتير جدا ما عملوهاش. اهو بقولها هون. ايش? طب. السي. السي سي. وبعدين تدخل عمري بتاعي يقول. ديهي. وبرضو قلناها. وقلنا نفس الكلام. انا ممكن اجيب لكم محاضرات بتاع السعرفات. نفس الكلام. اه. نخلوا بالكم. طب لو السي. سي. يعني ام سي بي. بتاع الط vai. هي نفسها ام سي بي بتاع التا share. يبقى يبقى دلتا تي واحد بيساو دلتا تي اثنين. دالتا تي واحد بيساو دلتا تي اثنين. طب احضر اي هعملها هنا ديه. دلتا تي واحد بيساو دلتا تي اثنين. يعني صفر على صفر. ومش لن واحد بسفر. дня انا نقول بقى ايه. نقول ان دلتا تي واحد. اتبع عندك دي. اتبع عندك. تي واحد ب **** و **** واحد ب **** يلتا تي واحد ب **** لجريسمك مين. الحمgeht ALT, مش محتاج القانون معايا? يعني حالة خاصة يا دكتور. دول تلات حاجات خاصة. ماشي? واضحين ولا فيهم حاجة مش واضحة? وانا بس يا دكتور في الحالتين الاولين مش فاهم كل خط يعني الخط اللي فوق ده يعني واحد من الفلوت زياني. الليتك بس بتاعته عالية. السي بي. السي بي. للفلوت اسناء كندنساشن بكام? هل في معنى للسي بي? لا لانه مش 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 هيبقى لستنتهيب ساعتها فقط. لستنتهيب كبيرة جدا بالنسبة للسي بي. وبالتالي هو بيعتبر ان سي اتش دي اكبر بكتير جدا من ايه? السي كولد. لان فيه هنا فاسي تشينج. وهو اسطلح انهم يخلوها ايه? خلوها ايه? يقول انها بتاقف بيتقرب من الانفينيتي. طب هي مش انفينيتي بس تتقرب من ايه? معي? طب هو ممكن يا دكتور يبقى الاتنين الاتنين اه يعني في نفس الوقت? لا. ازاي? واحد يبقى واحد يكسب? مصر? لا. اصالتشي ده. معي? اصالتشي الاند تيوب هل هو كروس? هل هو كروس فلو? هل هو باراليل ولا كاونتر? ولا باراليل ولا كاونتر? فتعالوا نشوف بنعمل ايه بقى? او خلينا مركزين. الكلار اللي احنا بكنا بنقوله دول على البايب. ماشي? طب تعالوا نشوف هنا. هاعتبروا كاونتر فلو. يبقى دلتا تي لغارثمة مين جان? هاعتبر ان انا برسم ايه? لو عاندشيل اندتوب أو كوس فلو. هاعتبر اندتمبر تيوب او كوس فلو. هاعتبر اندتمبر تيوب بتاعت مين? بتاعت مين? بتاعت مين? بتاعت مين? كاونتر فلو. يبقى فوق كاونتر فلو دايب بايب. بز زهة هايم. او خليل الكوس فاتور اسمه اف. وحاعمل الكوس فاتور اسمه اف. يبقى كيوب سويوا في ا في اف. دلتا تي لغارثمة مين تمبرتور دوفانس؟ بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت قاونت. بتاعت مين الكون. انا عاوز اعين ال F في الوقت. عاوز اعين ال F. ال F بقى دي لها ايه شارت كده. ماشي. نشوف دي اولا. هنا مكتوب ايه. وفيه اكتر من ايه. من باص لتيوب. وفيه اكتر من باص لتيوب. تمام. هنا هعرف حاجة اسمها R. خلي بالنا من هنا. الShell نسميها capital. T capital R. وT capital out. ماشي. عشان نقرأ بس الرسمة دي. T capital A. out. وT capital in. وT capital out. وهينا دي. التيوب T small. تبعا. تي. T. in للتمبراتشور للتيوب. ودي out للتمبراتشور للأ. للتيوب. معايا. هحسب حاجة اسمها ايه. R. اللي هي T I. capital T small. نقص T I. D small. على T I capital. T capital A. نقص T small A. R. هحسب ال B. من ال B. من مسلا ال B أربعة من عشرة. والA والريح والر. واحد ونص. بس. يبقى هطلع كده هون. يبقى ايه. يبقى. كوريكشان فارتو كيام تمانية من عشرة. ماشي. يبقى انت نفترض ان انت لقيت المسأل. لقيت الاتشارت دي في الامتحان. يبقى انا بابعت لك سألت. اقول لك إيه. ان هو اسمه دي شيلان تيوب واستخدم اقول لك حل باللوجاريسم دكتور معلوش ممكن تاني الرسمة دي الرسمة دي جاية لإيه الرسمة دي جاية لإيه دي أي طريقة دي جبتحل بيه وفي طريقة تانية لسه ما خد نهاج ماشي الشرط ده حتستخدمه في أي طريقة اللوجاريسمك مين يبقى أنا يبقى يبقى ما تلاقي الرسمة دي موجودة في الامتحان يبقى أنا بقول لك إيه ماشي لو حد حل بطريقة تانية ما فيش رسمة ما فيش رسمة سعب في الحل رائحة دي روح مألف بقى حتقليفة الله أعلم بيها تمام ويقول لك أنا أنتم بتسقطونا ليه أنتم بتدونا درجات وعشة ليه طب ما أنت مش حال يعني أنت هتستخدمت تشارت في طريقة تانية بقى دي بقى دي برضو نفس نفس التشارت بس بحالة إيه لما يكون عند إيه إيه كروس فلو سينجل باس كروس إيه كروس فلو طبيعي بيبقى مكتوب على الرسمة الحالة مكتوب على الرسمة الحالة ماشي يا شباب او دو الطريقة التانية بقى الطريقة التانية اللي هي الهيت اكسشينجر تمام هنا عندنا effectiveness NTU NTU دي number of transfer unit NTU حتى هناك من هلك NTU number of transfer unit طبيعي هو بيقولك it is simpler matter to use logarithm أنا مش يعني إحنا كتبينها كده بس إيه آآ يعني ممكن واحد يلاقي إن دي أسهل كل واحد وطبيعته ممكن التاني بيقولك لا التانية أسهل وهكذا لكن هنا اللي أنا عاوز أقوله if only حنستخدم if only end temperature are now use كل temperature معروفة تمام لو أنت استخدمت بس دخول مثلا قالك أنا عندي سائل درجة حرارته كذا عاوز أسخنه أبرده وبمية درجة حرارته كذا أنا مش مديني غير المعلومات دي لبقى أنا لازم حعمل iteration دي أنا استخدمت اللوجاريزم كمين دي بقى الحل الوحيد إن أنا إن أنا ألجأ للإيه للإفكتفنس NTU method الإفكتفنس NTU method هي دي الحل الوحيد إن أنا ألجأ له طب عشان يعني إيه إفكتفنس ويعني إيه NTU عشان أعرف أعملها إفكتفنس هي الريش ما بين l-actual هي transfer للmaximum possible هي transfer ماشي اللي هي حيبقى تعرفها إيه إفكتفن بساوي Q على Q maximum Q actual على Q A maximum طب طب إزالي نجيبها أهي T maximum بالساوي C minimum يبقى أنا حاسب C اللي هي MCB للhot وMCB للcold وأخذ أصغر في T T HOT A T T HOT A T HOT A T HOT A A A C minimum في delta T maximum C minimum في delta T maximum طب هنا الhot A A والcold A A اللي هي heat capacity وأنا بأخذ مكتوب A C minimum is equal to C cold or C hot which is smaller من اللي فيهم أصغر هاخد من اللي فيهم أصغر هاخد الجزء ده سهلي يا شباب أنا مش عاوز نفقد ولا درجة من 10 درجات بتوع heat exchange heat 10 و 10 مش عاوزين نفقد ولا درجة من heat exchanger systematic بطريقة systematic يعني طريقة بتتكرر يحلوا مسألتين 3 4 5 يحلوا sheet بنفسكم بقديركم عشان تبقى بسرعة و بإذن الله ايه تجيبوا الدرجة النهائية في مسألة النمبر of transfer unit في ANTU ال dimensionless number اللي هو بيبقى الU في A على C minimum الU في A على A C minimum أوكي أوكي ال overall في transfer coefficient في A في area على C minimum أوكي طبعا هنا بقى دي أنا ما ليش دعوة بيها آآ هي function في كذا وحيدينا جدول ده مرناش دعوة بيه ماشي مش حديكم أنا معجلات لا بس الجدول ده بيقول A وبصين عليه parallel flow لي علاقة ما بين epsilon وال n tu counter flow لي علاقة ما بين epsilon وال n tu كل واحدة فيها لي علاقة ما بين A epsilon وال a وال n tu اك انا بقى ما اعمل اللي اخ دي هعمل A هعمل ايه بقى اتشارت هعمل اتشارت الاتشارت دي الامتحان بتاع , الفاينل امتا تلاتة تلاتة يونيو خمسة طيب دي الافكتفنس اهو دي ايه الاني تي ودي ايه c-minimum على c-maxim بيساوي zero امتا او c-minimum zero نعم لما c-maxim تبقى اكبر بكتير من c-minimum صح لما c-maxim تبقى ايه اكبر بكتير من c-minimum امتا عند ال temperature عند ايه يا فكار شوية لما لما يبقى في ما يبقى في phase change مش احنا قلنا ما يبقى في phase change يبقى سي اه عن ناحية ما يبقى في عندي boiling ال flow اللي بيبقى في boiling او flow اللي بيبقى في condensation يبقى سي بتاعته infinity فكين دي في temperature cases تمام تمام يبقى دي خاصة بأي دي الكارب دا خاصة بايه من phase change اه لو انا عندي two flowed من two flowed في phase change نفس الحكاية هنا الباقي بقى c minimum على c maximum c minimum على c maximum عادي جدا احسر c minimum على c maximum نفترض ان انا عاوز اجيب الاريا بتاع ال heat exchanger هعمل ايه يبقى لازم احسب effectiveness واحسب c minimum على c maximum وادخل من هنا اجيب ال heat n t u اللي هي u في a على c minimum u موجودة وال a و c minimum موجودة احسب l ده انا عاوز احسب effectiveness يبقى اكيد حيبقى مدين ال n t u ادخل احسب effectiveness ماشي اكيد يبقى ده ايه ده في حالة parallel flow heat exchanger ده في حالة counter flow heat exchanger ممكن نشيل الوتيوب heat exchanger بس احنا مكتفيين بالايه بالكيفين دول كمثال طبيعي الكيفات هتبقى جاية عندكم انا مديكم الكيفات بتاعة radiation حابب ابعت لكم الكيفات بتاع heat exchanger اوكي يا شباب اه الطريقة دي دكتور empirical نعم الطريقة دي empirical معادلات دي empirical ماشي يا شباب دي معادلات دي كتير هو هكذا ماشي يا شباب يعني 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 دكتور بس بتاعة هل شيل وتيوب بقى هو نعم باص هدي باص واحد مسارات هدي المسار التاني هدي المسار التالت هدي المسار الرابع ماشي يبقى هنا بيقولك ايه هدي شيل اهو باص شيل اهو في اتنين شيل صحيح كده يبقى مش كده الشيل هيدخل من هنا ويخرج تمام طب وهو الشيل ههو هيدخل من هنا يخرج من هنا على التاني يبقى ده باص وتيوب هنا كم باص اربع 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 واحد اتنين تلاتة اربعة صح كده اهو اي حد عنده سؤال يسأل ما يكسفش هو الشيل بس ليه ليه اتنين بس الشيل الشيل ممكن يبقى ليه اتنين ممكن يبقى ليه واحد ممكن يبقى ليه اكتر تمام بس وهو هنا مديني ايه قال لي ايه شيل شيل اندتيوب ويس تو شيل باص وممكن يبقى ليه اتنين ممكن يبقى هنا اتنين ممكن يبقى هنا اتنين مامي 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 فين كده هو دي الاتقربات انت بتشوف الكيف اللي يخصك وتقدر تشتغل به. ماذا يا شباب? عاوز محاضرة تانية. قبل نهاية سبوع عشان ما تدخلنيش. سبوع جاي تقوله. عاوز محاضرة عشان جزر ديش. ممكن انا اديكم سكشن او باش مهندسين. مش مش رسع ما هقول لكم يعني. بس انا عاوز محاضرة يعني مسلا ممكن تكون ايه تلاتة اربع خميس. دلوقتي الاربع. لا انا بالنسبة لي مفيش مشكلة. اي 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 او متأخر لو زي. عشان انكم انتم عندكم محاضرات. هو لو زي دلوقتي سبعة كده مش هبقى نبقى مش تمامي. انا خلص انا هبقى لكم تلاتة الاربع على خميس. هشوف بس هرتب المواد التانية. عشان ابدى اربع مواد. نرتب الدنيا بس ايه. يشوف الدنيا مش هزي. ماشي يا شباب. ويمكن اعمل لكم محاضرة مراجعة قبل الامتحان. لو عندكم اسألة. عشان كده بس. ماشي? تماما. يعني هي المادة اللي قبلها يبقى اصنته وهتبقى عندكم حاجات مختلفة. هشوف كده هون. هشوف كده بيسيبوا بين كل مادة ومادة ايه. ساعات ما يسيبوا يوم. ساعات في نظام كريدي ده. ما عليك. ماشي يا شباب. اي 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 سؤال? اوه يا دكتور بالنسبة للمشروع. احنا الحاجات اللي مش متحددة احنا بان هنبتدي نفرض احنا ونطلع عن نواتج. زي ما انا بص اترك الوقت. بالنسبة للسرعة مثلا بتاع المياه داخل التيوب. بتعمل ايه? اشوف الالاوبال. اه. الالاوبال فيلوستي. اه. الالاوبال فيلوستي. تشوف المتالية تقولها حفظ المتالية دي كزا. الالاوبال. وبعدين اي حاجة انتوا عاوزين تسألوا فيها. بعتوه لعا التيمز. يعني لو حد وقت ما عنده حاجة بعتلي. حد بعتلي حاجة وما قدتش عليه. معنا بكنا لسه مخدتش المحاضرة دي فكنا بستنين ان نشوفها الاوب. اه في حاجة اه في حاجة مش واضحة في المحاضرة في الوقت الوقت. لا تمام. يعني انا نحاول ان انتوا ايه? اه تكتهلوا كده وبإذن الله بالتوفيق. ان شاء الله.